حبائي نتمنى جميعا تكونوا بخير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه جميعا في هذا الفيديو حبيت نعطي بعض النصائح للتلاميذ المقبلين لشهادة باكالوريا 2025 خاصة انه في الايام الاخيرة تعليقات كثيرة رح يتوصلنا للقناة يسألونه واش ندير في هاد الفترة في شهر اوت واش لازم نحضر واش لازم نبخيباري از ك لازم من الان نبدأ ولا لازم نشوف البرنامج ولا واش لازم ندير في هاد الشهر بخاميارما جماعة لازم تكونوا عارفين انه الباكالوريا مشي امتحان لي تحضر له فقط في شهر ولا في يومين ولا في لا سي دي بخوسيدور فيه دي بخوسيدور فيه دي زي طاب اولا في هاد الفترة بما انه احنا رانا واقونس رانا عادة في شهر اوت ورانا عادة ما دخلناش رسيب تنخ في هاد الفترة واش لازم ندير كتلميذ او كطالب رح نفوت الباكالوريا نتاعي بيانسور نخصص النفسي فترة نرتاح فيها بيانسور رحوا للبحار رحوا حوسوا ارتاحوا النوم الجيد الاكل الجيد هذي ستون بريود اللي لازم ترتاحوا فيها كمبلاتما ولكن ان بغاليل دايما تخصوا ساعة او ساعتين في اليوم مثلا تركزوا على لغة تكونوا اضعاف فيها مثلا كالفرنسية ولا كالانجليزية ولا اللغات كالاسبانية الايطالية يعني يشوفوا واش عندكم نقائص في هاد اللغة وحاولوا تحسنوا المستوى انتعكم فيها مثلا قراءة الكتب مثلا مشاهدة افلام باللغات الاجنبية مثلا مشاهدة الاخبار مثلا تطبيقات تعبير شفاهي تعبروا بالعربية اذا نتعكم مع الاهل مع الاصدقاء هكدا باش تحسنوا في اللغات الاجنبية نتعكم كسو سوا فرنسي انجلي نبورت كاللغ تتعلموها بهذا الطريقة لا بخاتيك لغال إلي تخيز امبورتان وان مامطان لكري مثلا في اليوم ديروا هكدا مذكيرة في نهاية اليوم تكتبوا هكدا مذكيرة صغيرة واش درتوا اليوم فار اكزمبل ولا واش حبي نتولوا في المستقبل يعني هكدا المهم هكدا تعبير تكتبوه باللغة اللي حابين تتعلموها باش هكدا تتحسنوا في هذيك اللغة هذا فيما يخص اللغات الاجنبية اما فيما يخص المواد الاخرى هس كو من الان نبدأ مثلا رياضيات علوم فيزياء هس كو من الان نبدأ نون مشي لازم تبدأ من الان لانه را عندكم عام كونت اللي رايحين تقروا فيه وتكرهوا فيه ولكن في هاد الفترة معالجة النقائص اللي عندكم في هذيك المادة مثلا كذلك تشوفوا واش هو البرنامج تعال المادة الفلانية في باك الفين وخمسة وعشرين مثلا ندخل لليوتيوب رح نلقى بزا فيتع القناوات يتكلموا على البرنامج الدراسي تعال علوم تعال الفيزيك تعال السيونس تعال الفرنسي تعال العربية فأنا ناخد ندرة شاملة على واش رحين نقروا في الباكالوريا نشوف ملخص شامل على الوحدات واش فيها واش رحين نقروا تكون عندي فكرة شاملة على البرنامج وعلى الدروس اللي رحين نقرواها في الباك ولكن مشي من الان نبدأ نراجع ونبدأ نحفظ فقط ندرة فكرة عامة حول ماذا سنرى هذه السنة ولكن دائما أقول وأكرر أن الدراسة ما تبدأش الآن الآن راحة خاصة هات الشهر الأخير لأنه خلاص يبدأ سيبطمغ كايين بزاف تلاميذ رحين في سيبطمغ يبدأوا يقرأوا كاي اللي حتى في الفاؤد رحين يبدأوا يديروا ليكوه فانتوما جمعا استغلوا هاد الأيام المتبقية من الراحة لأنه الباكالوريا سنة متعبة جدا 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 وما يعرفوش هادك التعب إلا التلاميذ اللي بمروا بهذا التجربة ارتاحوا ونساوا مثلا بزاف تلاميذ يجووا يسجلوا في دورة الفرنسية أونلاين رهما مؤخرا يبعتوا لي دائما يقولوا لي أنا خايفين أنا ما نفهمش مليح الفرنسية أنا خايفة ما نجيبش مليح أنا حابة هي مليح أنه هادك الخوف هو رح يحفزك ولكن انتوما الآن ما تخموش في النغاتيف ما تخموش أنا ذيك المادة الفلانية نخاف منها ما نخدمش فيها مليح ما نفهمها شمليح توما ديروا اللي عليكم بيانسيخ حاولوا في هاد الفترة تطوروا من المعارف أنتعكم ولكن في نهاية المطاف الأمر بيالي الله عز وجل لكن أهم حاجة ما تخموش بزاف لأنه ما زال ما بداش العام الآن وقت الراحة بعدها كي يبدأ سيبطان تبدأولي زيتيد تماوي عندكم الفرصة باش تتخمو باش تخافو باش تستخيسيو ولكن الآن فترة تراحة نساوي الباك في هاد الشهر بالتاس وإن شاء الله ما يكون غير الخير